في مدينة مارب اشارع ينعم بالكهرباء على مدار الساعة وعشارات الاحياء السكنية يكتوي فيها السكان بجحيم الصيف نتيجة الانطفاءات المتكررة التي تصل الى اكثر من 14 ساعة يوميا وتعود الاسباب وفقا لتبرير مكتب الكهرباء في مارب الى زيادة الاحمال في وقت كان قد صرح مكتب الكهرباء مطرع العام الجاري ان المحطة الغازية لديها القدرة على تغطية المدينة ومديريتها بالتيار الكهربائي بفائض يصل الى 56 ميجا فولت للأسف الشديد الصيف في كل عام يفضح حقيقة الكهرباء كنا نعمل ان يكون التصريح الذي تحدثت به مدير شركة الغازية في مارب وايضا مدير الكهرباء حاول ان هناك استكفاتها من الاطاقة ان تكون تصريحات حقيقية وان يلمس المواطن الخدمة بشكل كبير في الصيف ولكن للأسف شديد اتى الصيف وتحولت هذه الخدمة الى معاناة للمواطن واولا استغرب للأسف لا يعرف المواطن اليمني من هو وزير الكهرباء حاليا اين دور وزارة الكهرباء اين هي دور السلطات الرسمية والحكومية في انقاذ المواطن من حرارة الصيف الملتهبة مجانية الكهرباء للسكان لا يعفي مكتب الكهرباء من تحسين الخدمة كتلك التي تتمتع بها المحل التجارية على مدار 24 ساعة دون انطفاء على حساب المواطنين الذين لجى معظمهم الى المواطير فخدمة الكهرباء هي ابسط الحقوق التي يجب على الحكومة توفيرها للمواطن خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة الى اكثر من 47 درجة مئوية واكتضاض المدينة بملايين النازحين الذين يفترش معظمهم رمال الصحراء الحارقة في خيام مهترية لا تقيهم حتى من اشعات الشمس الدرجة الحرارة في هذا العام تصل الى 47 من 45 الى 47 يعني انا اتساءل انه كيف يعيشون النازحين في المخيمات يعني اذا كنا احنا في بيوت داخل المدينة نعيش جو حار مع ازدياد انطفاءة الكهرباء يوميا تصل الى حدود ثلاثة ساعات اربع ساعات هذا يعني حدود ثلاث مرات او اربع مرات في اليوم الواحد فما بالنا بانطفاءات الكهرباء على مخيمات النازحين المخيمات التي خارج المدينة في الصحراء مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في محافظة مارب الصحراوية مشكلة حقيقية يتجرعها المواطنون بما في ذلك النازحون خصوصا الاطفال وكبار السن الذين يصابون بعدة امراض لان اجسادهم لا تقوى على تحمل حر الصيف وهو ما يتطلب من السلطة المحلية في مارب اجاد حلول عجلة لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي لقناة اليمن اليوم فؤاد المجيد محافظة مارب